جدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم مناشدته لبذل جهود جماعية لوقف الأعمال العدائية والكارثة الإنسانية في غزة كما دعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية بالمستوى المطلوب والوصول الإنساني من دون عوائق لجميع المحتاجين والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن ووقف الهجمات على الرعاية الصحية وغيرها من البنية الأساسية الحيوية واستنكرت الصحة العالمية أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي التي صدرت بإجلاء كل من كان في مستشفى الشفاء من المرضى والنازحين وموظف المستشفى